عبرت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للقصف الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق معتبرة ذلك انتهاكا لسيادة الجمهورية العربية السورية ولكفة القوانين والحصانات الدبلوماسية الدولية الداعية لحماية وصون البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأكدت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية على ضرورة وقف التصعيد في المنطقة ورفض العدوان وسائر العمال التي تهدد الأمن والاستقرار معربة عن تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين وتقدمت إيران بطلب لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشان الهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية على مبنى القنصلية الإيرانية في سوريا ونقلا عن وكالة الأنباء الإيرانية فإن وفد طهران الدائم لدى الأمم المتحدة وجه رسالة إلى الرئيس الدوري لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة معتبرا ذلك انتهاكا لكل المواثيق الدولية وتسبب القصف على مبنى القنصلية في مقتل سبعة أشخاص بينهم قادة عسكريون إضافة إلى دمار في المنطقة المحيطة بالقنصلية ترجمة نانسي قنقر